والمية في القرآن خرجت من باطن الأرض في إشارة قرآنية صريحة يقولك أخرج منها ماءها ومرعاها منين من الأرض؟ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها ربنا سبحانه وتعالى أخرج المية من باطن الأرض بعكس الصورة الشيعة أنها جديدة من فوق لا ربنا بيقولها أنها طلعتها من جوف الأرض فطبعا الحقيقة دي هي آخر ما وصل إليه العلوم حاليا وأجمعت عليه العلوم أن المية فعلا جاية من باطن الأرض أصلا من 4000 سنة من أول التكوين والنشأة تفاعلات البطنية في الأرض اللي عملت الزلازل والبراكين وكانت البراكين شيء مهول كان ضمن ما يخرج من باطن الأرض بخار المية بكميات هائلة وكانت النتيجة على ألوف السنين كل كوكب الأرضي بقى مغلف بالسحب سميكة جدا وبعد كده لما جهت ظروف الإمطار المطر ونزول المطر راح اتنزل هذه السحب في كتل 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 هائلة من السيول مئات السنين وملت المحيطات بالصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي وبقوة الجاذبية الأرضية حفزت هذه المية في المحيطات لو كنا زي الأمر حجمنا صغير كان الهوى والمية تطيرم وما أمكنش الأرض أنها تمسكه الأرض مسك الهوى والمية قبضة الجاذبية حاليا المية تبتدي تعمل دورة بقى المية اللي في المحيطات كل المحيطات دي على الظهر كده تبقى غلاية هائلة بتسخل عن طريق الشمس تتبخر يطلع البخار فوق يخف الضغط فوق وتزداد البرودة فتتكسف فيحصل صحب هائلة وتيجي ظروف المطر فتنزل أمطار تنزل على الجبال تملى الأنهار وترجع تاني تصب الأنهار كلها في المحيطات دورة باستمرار من المحيط للسماء ترجع تاني أنهار محيطات بالشكل ده دورة مستمر وبعض المية اللي بتنزل تتشربها الأرض بتتجمع تحت في خزنات وترجع تطلع في نافرات سخنة ونافرات بردة لكن الكمية بتاعة المية سابتة كمية المية سابتة عملت دور وتلف مرة في السماء فوق مرة تنزل في المحيطات مرة في الأنهار مرة تتسرب في خزنات في الأرض لكن هي نفس الكمية عمالة لف يعني جايز أو يكون المية اللي انت استحميت بها مبارح هي نفس المية اللي استحميت بها نفرتيتي من تلات 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 اشتركوا في القناة